يعني خلاني ناخد الموضوع ككومنت وبتعوز الزبان واللي بيحصل هنا انك بتلاقي بانك شوية حاجة زي انا افترض ان انت طبعت ده كده لو انت طبعت ده كده اول حاجة هتتقال ان ده اكيد غلط مجان مفكر في التفاصيل ليه غلط اول حاجة ودي منطقين كلكم عارفينها لازم ارفع مستوى التفاصيل عشان يباني عندي بالفانكشن طب جيت يا عم وقلت لك انا فيه عندي هنا كاميرا والكاميرا بتاعها مش مزبوط المفروض تعمل مؤقتا بحدا مشرح الجاين في الفيديو الجاي اوتو جاين انا هكلم في كومنت كمان مهمة في الفايل ده محدش فيكم خالص خالص يسمي عربي خالص ومحدش فيكم يخلي جوه بفولدر عربي يعني خلي التسمية كلها فرانكو مش مشاكل بس مش عربي عشان فيه مشكلة بتحصل او لقدر الله حصل اي حاجة والفايل ضرب عايز تجيب باكاب عايز تعمل اي حاجة العربي ما بتقريش ما بتعرفش واقفين الفايل ما ينفعش تعمل له او ما ينفعش بصيغة تانية تستخدم اي برنامج يجب لك الدات فخلي كل الدات بتاعت الحاجات اللي انت شغل فيها انجلش حتى روف رانكو اوكي هنتكلم بعد شوية فكرة اوتو جوين هتكلم اللقتي عن حاجتين عشان ما ننتشر اتش اول حاجة جيت في ده ولات مسلا دي بين دي المفروض ما تبانش عندي حلين اول حل سريع شوية وبينجز ان انا هاجي هنا ورح يبقى هعمل في حاجة اسمها ريجون بس حاجة اسمها ايه وهاجي هنا ارسم الاريا دي بالشكل ده افترض ان هي دي الاريا وانا بارسم الاريا دي هقوله الخطين دول نوعهم نوع خط اسمه في الحالة دي اول ما دوس فانش هلا يشكل ترى عندي بالشكل ده عليكت الموضوع الخطوط اللي عايزها ما بانتش اوكي ده اول حل مع هتخفي اي حاجة بعد كده زي ما انت عايز تاني طريقة الخطوط دي موجودة بس هو انا مشكلتي مش في كل الخطوط انا مشكلتي بمنطقة البساطة خط ظاهر زيادة في الوجهة يعني مسلا اوكي انت مشكلة ده مش مفهوم تقصير بس خلاني ايه كاب حتى ماشي الخط الموضوع ده منطقة هيا بمان في اسقاط بين اسقاط هاي تاني في نوع خلاني فكر في انجز دي في الاليفيشن مؤقتا هعمل كده واخفي دول ده شكل الاليفيشن في الاليفيشن لقيت اوكي ده غلط وهتكلم دي بعد شوية لقيت الخطين دول بينين دول خطين ايه البلاطة بعد شوية هو ده غلط في الرسم اصلا البيل موضوع اصلا ما بيعملش كده فروض انت ترسم الفلور بتشتغل من حاجة اسمها بيك وال وهتكلم عن دي بعد دي بس مؤقتا في خط ظاهر وانا عايز يختفي في حاجة سريعة او في الشغل اسمها موديفاي اسمها ايه هنا تحت حاجة اسمها دي تقدر تحول بيها اي خط لاي اي خط تاني انت عايزه الخط ده انا عايز يبان داش اختار من هيدن اولو خليه بان هيدن لاين وادوص على الخط اول ما دوص على الخط تتخول لهيدن لاين لا انا مش عايزه هيدن لاين انا عايزه اصلا ما يبانش فابدأ اشتغل هنا بحاجة اسمها مجرد ما عملت كده دي مش هبان ده تكنيق شغل فعليا في الواركينج انك بتستخدم عشان تخفي تفاصيل او بتستخدم عشان تتحكم في لائنز اوكي دي تيل لاين كويس بس ما انا مش هعمل حاجة هنا ده هرسل خطوط انا مش عايز ارسل خطوط انا عايز اخفي خطوط اوكي تالت حاجة ودي وجهت نظري اهم حاجة المفروض تراجع بيها مافضلكم ايه ساعات ساعات عشعايز الالمنت كل يختفيだي انا عايز حط ما القرم انت يختفي لعنى الحيطة عندي في مشكلة في الجاين بتاعها الحيطة عندي في مشكلة في بتاعها. لو خفيت الحيطة هخفيها كلها واتطنر رسمها. انا عايز اخفي بتاع الجوين. يعني ركزي. الحيطين ندر فوق بعض. دي مقسومة نصين. دي فوق دي. لو انا عملت دي عشان اخفي الخط اللي تحت هنا ما انت خفيتها في الورع بين فبقت المشكلة اكبر. انا عايز اخفي خط منها. اوكي في حالة البلاطة كنتم ممكن اخفيها. اوكي? وطبعا اكيد اغلبكم جمع الفرق بين اخفيها خالص ما بنش. ولو حبيت ارجعها تاني بعمل حاجة اسمها التانية ان انا نعمل ان انا نمسكها وادوس يخفيها. عايز ارجع تاني السؤال عندي بقى الاهم. الاهم جدا. لما حد في عشان بس وحسين بالشغل فعليا كباب موضل بالباليو بتاعته. يلاقي فيه مشكلة في اي جوية. قبل ما يفكر يعمل وقبل ما يفكر يزبط الحاجة. قبل ما يفكر يعمل اي حاجة. فيه سابق كده من بعد رابط سبعتاشر بقى قوي جدا. انتم تخيلين زمان كان الريبط عامل ازاي? قبل ما التول دي كن موجودة. ايه التول دي? ان انا بص في او في وقول لك بص يعمل. انا عندي مشكلة في جوين الكاميرا دي مع الكارتين ده. فرض الكاميرا دي يدخل لجوه او الكارتين دي يطلع لبرك. فانعيد ادرس الكونديشن دي. امسك الكاميرا. تعال في تري دي. هتلاقي ريبط لغة سيليكشن. دوس رايك وقامل حاجة اسمها سيليكت بريفيوس. هتلاقي ريبط اختار اخر حاجة انت كنت مسكها. تعال على ديت. ودوس امر اسمه. سيليكشن بوكس. وراجع الجوين ده. للعلم بالشيء. ده اللي بيتم فعليا في الحقيقة. ان هو بيرحم راجع الجوين ده. اه ده كده دي داخلها في كارتين وال. ولو مسكت دي صغرتها شوية كده. اه ده كده الكاميرا داخلها في الايه? في كارتين وال. فالكاميرا مفروض تتحرك لبره. الكلام ده يبدو بالنسبة لسكيل ما شوركينج بالنسبة لكم هدك. بس بالنسبة للمشروح فعليا هو ده اسرع مئة مرة من ان الكاميرا كلما تعدلها في حتة ديتيل تلاقيها ديتيل في حتة فانية بايزة. فانت تصح ان البوزيشن بتاعها هيتعدل. فالقصح انها كنت ممكن امسكها كده. وبص في طب. وارح محركها الجوة شوية. بحيث ان هي تبقى ورق كارتين. بغض النظر ان تفصيل الكارتين غلط. بس كده الاشيو بدأ تقل شوية. عشان تشتغل صح? مش صح خالص انك لما تحصل عندك اي مشكلة في البلان او في السكشن تعليجها تودي. اوكي. مافيش مش مشاكل خالص انك تعليجها تودي. انجازا للوقت. بس الفكرة بص 3D مرة واحتمال الموضوع يبقى اسرع واسهل. اوكي? ثالث حاجة بالنسبة للأدتينج. مش بالنسبة للسكشن بقى. ان انت ممكن تتيجي في السكشن هنا. وتقول لي. انا عملت الكارتين وول دي. او افترض حاجة. الاتنين دورة عملت بينهم شوية. وافترضت هو غلط. بس مجازا يعني. ان دي. عبارة عن كاميرا مقلوبة. كاميرا الفوق. الموضوع تقيقيا في السريع كده ما تطولش. ايه? في حال تاني سريع وكويس برضو. انك تعمل حاجة اسمها في حاجة اسمها دي معناها انك بعد كده هيديك انك ترسم بعد كده سفنش. اوكي ما عملش عشان جوين الاثنين اضم بعض. دي كدغلات سانية. فيه المفروض لاين بيبان هنا بيحدد بتاع الا. في حاجة غلط. عموما ايه قوة عن حاجة سهلة شوية وسريعة انك مش بتطول تختار وتعمل لنوع الهاتش الموجود في المنطقة دي. بتجرس تمسك الهاتش بتمده. او لو انت لاحظت هو انا عدلت في تفصيل التركيب الهاتش. طب الخط ده مش عاجبني. اللي تحت ده. ده خط لايه? الوال. الحل السريع. اوكي ثانية. نعمل دي هاي دي انا. اوكي? مش بايد. خط ده خط ايه? مم? مش باعدة. خط ده خط حاجة في اسقاط الحيطة. والسكاثرين. عموما. ايه قمعنا نفيد ريجون ولايه? ما مش ادري حسبي. عزز بي ده. شعير. اوكي. نشوف ده بعض ديه. هيبقى خط اسقاط حاجة مش ماري. اصل حيطة فوق. تبقى الايدة اللي انا عماته بتاع اللير. لما عمات ايدة اللير رفع الايدة بفوق. عشان هيزبطة بتاع الخرصانة. الخط ده. خط ايه بقى? عموما. ايدب بروفايل ممكن تطلعك جوين زائدة. الخط بتاع ده هعرف لكم هو ايه بس يعني خلان سكيف او ريكول.